بما أنه تفاصيل اللقاء الجليل زي ما حكيت ممكن هي فرصة نتكلم عن لاعب لازم يشتري ريال مدريد ولما أحكي لاعب لازم يشتري ريال مدريد ما بقصد أنه الصحف تتكلم أنه مهتم فيه ولا صحيفي تقريبا حتى الآن ربطت اسمه في ريال مدريد ريال مدريد ارتبط بريفاندوبيسكي وتكلمنا وقلنا أنه مفيد طبعا وفي بعض التلميحات من بعض الصحف ضعيفة المؤثوقية خلينسميها لذي تحكي عن جريزمان وأيضا لو جاء حيكون مفيد لكن اللاعب اللي يتكلم عنه مختلف تماما بتكلم عن روبرتو فيرمينيو مهاجم لباربول اللاعب اللي بقدر يقوم بأدوار كثيرة من الأدوار المثالية لما يكون بنزيمة بيومو اللي هي التحرك الممتاز المساهمة بصناعة اللاعب حتى المساعدة في أنه يساعد زملائي يدخل منطق جزاء صناعة الأهداف صناعة الفرص وبنفس الوقت بيسجل وبيقدم مساهمة دفاعية اللي بيشو بأداء فيرمينيو مع كلوب بيعرف أنه هذا اللاعب قادر يقدم مباريات ممتازة في ريال مدريد طبعا أجواء مختلفة ممكن الضغوط مختلفة لكن اللي بيشوف قدراته بيقول آه هذا اللي لو جاء مع ريال مدريد عمره 26 سنة بيقدر بيسهول يلعب 4 سنين وبعدين ريال مدريد يرجع يبيعه بتقدر تشوفه أنه ملعب مع رونالدو بـ 4-4-2 بتقدر تشوفه حتى بـ 4-2-3-1 خلف المهاجمين أو على الجهة اليسرى بالتالي إله أكثر من المركز تنوع المراكز تاعه قدراته اللي اكتسبها مع كلوب بتخليك تحكي أنه لا هذا المهاجم لازم ريال مدريد ممكن يقاتل عشانه عشان حيفرق كثير معهم هو مش مرتبط فيهم حتى الآن إعلاميا واللاعب حابب يظلم على لفربول عشان يكون ماضحين بس أعتقد إغراء ريال مدريد لو اقترب ممكن يهز حالة رغبته بالبقاء الله أعلم